ونمناقش هذا الموضوع في الستوديو المتخصص في الشأن الإيراني موسى شريف يهلا بكم سيد موسى معنا في الستوديو هل كان امتداد الاحتجاجات متوقعا؟ وما الذي أوصل الأمور لهذا العاد؟ بالواقع هذه الاحتجاجات هي نتيجة لتراكمات كثيرة داخل الشارع الإيراني المجتمع الإيراني يعاني من شتى الظلم والاضطهاد داخل إيران فأي قضية ممكن تفجر الوضع داخل إيران وتصبح مظاهرة حاشدة مثل ما حصلت اليوم في مشهد وقبلها قبل أسابيع كانت في الأهواس وقبلها في طهران وفي أصفهان يعني المجتمع الإيراني يعاني من الظلم والاضطهاد والمحسوبية والفساد وكل هذه التراكمات انجمعت بحيث أي مسألة تطرح الآن مثلا مسألة زيادة أسعار المحروقات أو غيرها ممكن تفجر الوضع وتظهر كل هذه المطالب في مظاهرة مثل هذه هذا ما يفسر تحول الاحتجاجات من مطالبة أو محتجة على غلاء المعيشة إلى مطالبة ليرحيل الرئيس الروحاني نعم هو هو مو الرئيس الروحاني بالواقع الروحاني هو الوجه الأفضل بالنسبة للآخرين ولكن عادة ما الشعارات لما تطلق هي توجه لهرم السلطة خامنين لما يقولون الموت للدكتاتوري غسطون بها خامنين ومن بعد خامنين الروحاني الروحاني تغيرت مواقفة بالآونة الأخيرة وكثير من الإيرانيون يفسرون هذا بأنه لا يحتاج أصوات الناخبين مرة ثانية ولهذا السبب غير مثلا عندما جاء للسلطة واجه الحرس الثوري وقال أنه من يمسك السلاح ويمسك المال هو يسبب الفساد ولكن بالآونة الأخيرة ظل يظهر بمظهر محامي ومدافع بشراسة عن الحرس الثوري ودور الحرس الثوري بالمنطقة حتى مواقفة بالنسبة للسياسة الخارجية تغيرت وهذا ما خلى يعني الناس اليوم بالمظاهرات يعني يطلقون شعارات الموت للروحاني كما أطلقوا الشعارات ضد خامنين كيف تقيمون تعامل النظام الإيراني مع هذه الاحتجاجات احتلاء؟ النظام الإيراني يعني هو معروف يعني بالقمع فراح يقمع هذه المظاهرات ولكن إذا المدن الأخرى يعني ظهرت بها مظاهرات مثل ما ظهرت بمشهد واصفهان وقبل أسابيع كانت في الأهواز مظاهرة حاشدة إذا تجمعت هذه المظاهرات بشكل حاشدة بشكل مليونية لا يستطيع النظام أن يقمعها وبالتالي حتى القوى الأمنية القوى الانتظامية مثل ما حصل في زمن الشاه عندما تكون ضروة في الحشد وتكون حشود كبيرة بالشارع لا تستطيع القوى الانتظامية قمعها كخبير في الشأن الإيراني إذا كان النظام غير قادر على قمع هذه الاحتجاجات إلي مدى هو قادر على امتصاص غضب الشارع واحتواءها على الأقل؟ أنا أعتقد أن النظام لا يمكن الآن أن يغير شيء لأسباب عدة أولا النظام يعاني من مشاكل اقتصادية مشاكل عقوبات النظام في عزلة دولية وأقليمية النظام الإيراني لم يجد حتى جارا واحد من جيرانه له علاقة طيبة معه فبالناحية الدولية نفس الشيء يعني مطرود ومنعزل دوليا قضية الصواري قضية التدخل في الشؤون الآخرين يعني هذه كل القضايا يعني لم تسمح للنظام أن يقوم بمبادرة يعني على السريعة ومبادرة يعني عاجلة لتغيير الوضع وبالتالي الوضع الإيراني كله بالقهقرة يعني لو نظرنا للتاريخ الإيراني من الثورة إلى يومنا هذا كل شيء في إيران يعني تقهقر ولا تجد الناس في إيران يعني بادرة للتحسن أو للأفضل الوضع بالقهقرة الوضع الديمقراطية ووضع المعيشي ووضع الاقتصادي الوضع السياسي يعني دور إيران بالمنطقة كلما تعدى على عمر النظام كلما النظام يعني ابتجه إلى الأسوأ شكرا جزيلا أن تواجدكم معنا سيد موسى شريف المتخصص في الشأن الإيراني كنت معنا هنا في استوديو شكرا جزيلا